الرئيس قيس سعيد قبل كل شيء هو زميل ومدرس وما نتصورش دستور اللي بش يصير بش يصير للقيس سعيد لأنه ممكن يصير الرئيس قيس سعيد ما يترشحش أنا نأكد ذلك في قداش ممرة في الواحد يقول أنا قد لا أترشح مرة أخرى لإنتخبات راسية أحنا بش نعملوا دستور لتونس وللمؤسسات على عكس دستور 2014 قيس سعيد بن محفوظ المسار برمته تم تلخيصه في شخص الأستاذ قيس سعيد وقد ينتهي هذا المسار برحيل قيس سعيد عن أي ضمانات لإستمرارية هذا المشروع تتحدثون شفتوا المشروع أنت نحن نحكيه على حاجة هولمية موجودة في ذهنك وفي ذهن الأستاذ قيس سعيد لا 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 ننسبقوش كم يقولوا الحصيرة قبل الجامعة عندنا أمل أنه المشروع هذي بشي أسس لدولة ديمقراطية نخدموا عليه المشروع هذي بشي تقع مناقشته مع الرئيس مش نطلبه من الرئيس أنه المشروع ما هو خطر بشي يكون امشي ويجا امشي ويجا إلى غير ذلك المشروع اللي بشي صادق عليه اللجنة هو الذي وده يرى تحطط في النص اللي خدمناه احنا يعرف على الشعب التونسي في 25 جوليا للتصويت عليه بين عم أو بلا بقي ما جاوبنيش الضمانات سيمين انت رجل القانون أنا ما عنديش وأنت تمثل سلطة المتقف اليوم شني الضمانات التضمن لي أنا شفافية وديمقراطية ونجاح هذا المسار شوري خليني مطمئن على المستقبل ياسي محمد الضمانات هو الشعب التونسي وتحرك الشعب التونسي وقت اللي نفيقوا الناس الكل اللي نص هذيه وربما كما قال البعض وأنوراه لا ثم نص جاهز والرئيس كما عمل لكم في المرسوم في المرسوم الثليف خنكمل الفكرة عده محمد ما خليتنيش نكمل تو هكا محمد سؤال مع سؤال اللي مجمش نكمل الفكرة النص هذيه اللي أنا نقترح هذيه الضمانات والاتحاد نتصور وكل أحزاب تمشي في الاتجاه هذيه اللي بيش يقع الاتفاق عليه في اللجنة الرئيس بيش يدخل خطرح نرى ومستشارينا عنده معناه على حسب اللجنة هذيه سلطة القرار ميش عندنا سلطة القرار في المؤسساتي عند رئيس الدولة لكن سياسيا نتفاهموا معاه ونقولوا لوراهو المشروع اللي بيش تعملوا اللجنة هو الذي يعرضوا على الاستفتاء يوم 25 معناه ما يتمسش تقول لي انت شنيه ضماناتك لا هاني يقول لك أنا تقول لي انت شنيه ضماناتك تقول لك أنا ما عندي سلطة القرار أنا شنو اللي عنا الشعب التونسي توا ثم ثم معناها بعض دستير تحط لك ثم نص يقول لك إذا كان مش تمشيوا أحنا للنظام ديكتاتوري وللنظام لقيس سعيد كشخص موش نظام للمؤسسات في الدولة التونسية وأنه قيس سعيد مش يعرف روحه اللي هو بارتان فمش واحدة قعد في البلاد هذه فهمني ترى فمش رئيس قعد ما نسكوله مشات على روحه التاريخ مش يذكر التاريخ مش يذكر شكون اللي عمل النصوص للمؤسسات اللي يفكر وأنه نهاريخ الروب مش يمشي على روحه وأنه لعب دور تاريخي فهمت سي محمد ولا دونك أنا منحبش اليوم نسبق لحداث أنا نحب نكون موجود ونساهم ويصير نقاش ويصير معناها ومن بعد نعملوا النص هذا ونشوفوا النص هذا من الطوط أمتاعه حتى للنهاية أمتاعه كانوا نص قابل بأنك تدافع عليه أليزي كانك النص هذاك رافضوا وتراهوا أنه يأسس الدولة ربما لحكم شخصا وحكم ديكتاتوري وحكم استبدادي وكذا مش تتصور أحنا بش نساندوها حسناه اشتركوا في القناة